السلام عليكم مرحبا بمتابعي قناة الحميدي اذا ان شاء الله من خلال هذه الحلقة سنهضروا على تاريخ الامتحانات الجهوية والوطنية اول حاجة سنبدأ بالجهوية ثم سننزوء الامتحانات الوطنية طبعا الجميع الشعب سواء كانت علمية او للشعب الادبية اذا الامتحانات الجهوية جميع الشعب ستجرى يومي واحد وجوج يونيو 2020 اي واحد وجوج هرستة 2020 اما الامتحانات الوطنية طبعا دائما لجميع الشعب ستجرى الدورة العادية اه ستجرى الاختبارات الدورة العادية ايام اربعة وخمسة وستة وتمانية يونيو 2020 بالنسبة لجميع طبعا اه الشعب كان فيكم لغا ديقول لي احنا كنتم تحنو كان دوزوا المتحان غير نهار ربعة وخمسة وستة لا راكين الشعب اللي تدوزوا اربع ايام طبعا اذا هذا فيما يخص الدورة العادية اما فيما يخص المدولات غد جرى نهار تمنطاعش وتسعة طاعش شهر ستة الفين وعشرين اما الاعلان عن النتائج هاد النهار دا تخلع ستجرى يوم ستعلن النتائج عفوا النهار عشرين شهر ستة الفين وعشرين وكانت منها يا ربي في هاد النهار دا نسمع اكبر عدد المتتبعي قناة الحميدي انهم اه نجحوا يعني بعدد كبير اذا الدورة الاستدراكية ايضا اه لجميع الشعب ستجرى الدورة الاستدراكية اه ايام جوج وثلاثة وربعة وستة يوليوز الفين وعشرين بالنسبة لجميع الشعب اي جوج ثلاثة ستة عشر سبعة الفين وعشرين او ما بغيت لكمش حقيقة تصلوا عيني لهاد الدورة الاستدراكية او بحتى هنا يلا قدر الله انه وصل فما بها بس لاني الناس ستجيب نقاطة عالية اه ممكن انها جيب نقاطة عالية في الدورة الاستدراكية اما في مخص المدولات ستجرى النهار عشر يوليوز الفين وعشرين اما الاعلان عن النتائج اي نتائج الدورة الاستدراكية سيعلن عنها يوم حضاش يوليوز الفين وعشرين وبهذا ساكون قد قدمت لكم جميع التواريخ التي ستجرى من خلالها الامتحانات الجيوية والوطنية كما قلت اني الجميع الشعب اذا اتمنى لكم حد موفق والى الحلقة القادمة ان شاء الله